اشتركوا في القناة اه غادي نحط لكم ان شاء الله صور ديال الباكور دياله اه خضر وصور ديال الباكور دياله تازرج يعني اه بالنسبة للشجر الام هاد صنف من من الاصناف يعني في الحقيقة اصناف رائعة الانتاج هي دياله كتكون ممتازة اه غزيرة هاد شتالي كتشوفو ره هي ديال عام الفيت هيا هي هاد 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 الصنف بالضبط عنده يعني واحدة كما كيقولوا واحدة المكانة كبيرة في عندي اه هذا هذا تقريبا صنف يعني شجرة الام كانت الام ديالي الله يرحمها الوليدة ديالي الله يرحمها كانت غرستها عند الاختي ديالي في بارز يعني كانت مشات عند شي ناس تمة في فرنسا وعجبها عجبتها الكرمى حيدت منها عود وغرسته عند الاختي ديالي وعطاها حاليا دبا شجرة ما شاء الله قداش نهية فانا كنت خديت منها يعني كان الاخ ديالي كفاش كان مشالت ما كان جاب ليها جاب جاب خدا لي الراس وعويدات وجاب ليها تانا عويدات يعني جاب ليها واحدة شوج الحمد لله ان ها وحدة شدت ومني كنشوفها يعني متميرة بحركة فانا كنكون فرحان وفرحان بزف بزف يعني اول حاجة لانه بعدها يعني ها هو انتاج وتاني حاجة لكم كما لكم لان عندها واحدة المكانة كبيرة يعني عندي الصنفة صنفة هو بفاغ يعني كدير جوج غلت يعني كدير الباكور وكدير الكرموس وكما غدي تلاحظوا بان الباكور ديالي يعني طويل وحتى الكرموس دياله كما راتلاحظوا هنا هذا الكرموس دياله ها هو شوفوا لاحظوا العنق عما الباكور دياله هو هدا اللي كتشوفوا في الصورة هاد الصور هادوا لها ديال ديال دبا يعني الاختي ديالي سيبتتهم لي فلاحظوا بان الباكور كتكون طويلة الاشي حد فيكم تعرف على الاسم ديال هاد الصنفة ما كان ما كرتش انه يقولوا لي كم صباش مقيد عليه هاد هاد الاسم هدا ويعني الميزات دياله كذلك كما قد لكم انه كينتج بغزارة وفي نفس الوقت هو اطفقتي يعني ذاتي التلقاح ما كحتاش لتلقاحها خارجي بحال الاصناب ديال الغدان بحال الاصناب الاخرى اللي كتنجوج غلت وفي نفس الوقت يعني عندها تنتج بدون احتياجها لتلقاح خارجي لان هذا هو اللي بغيت نقول لكم بالنسبة لهذا الصنفة ان شاء الله بإذنه سيضرب الى حين الله بطبيعة الحال فلما غادي يكون الكرموس لما غادي يكون مثلا لينتاجية يعني غادي يندرج هاد الشي اللي كتشوفوا فأكيد أكيد ان شاء الله غادي نحطو لكم وغادي نقارنوا مع الاصناب الاخرى الناس اللي كتسوول فين كان غرز مثلا نبحث بها مرواس بالاسطلة هذا هاد اسطلة راهه ثم صيب الموز بين الاشجار ولا النباتات بصفة عامة فماشية السطلة الكحلين اللي كيتبحوا في بسميته هاد السطلة كما شرحت لكم يعني السطلة اللي خص بالنباتات اه كتلقاهم عند الناس دي اللي عند البيبينيار كتلقاهم هما كيصيبوهم الزينت ولكن كتلقاUM عند الناس دي اللي какихيبيبينيار ممكن ان كاتل نشي الموزينينوا Perfect. ممكن عزاجية لي otherwiseحم البيبينيار pis talking. بتصوي هذا. آآ الطربة اللي كندير هنا راه آآ بطبيعة الحال كما دي ما كان شرح كيكون الكاياس محتل هنا. كيكون بينصيخ تقوب. آآ تقوب كما يعني كما يعني كما بزاف ديال ديال اسميته. اما كنتقوب من هنا اما كنكون تقوب من تحت. كندير الكاياس ومن بعد كندير خليط ديال الطربة. خليط ديال الطربة باشي بقديمة قديمة طربة غنية آآ ومن بعد يعني سقاه و الري و وصلت عن به. والشجرة الحمد لله هيا كما كنتشوف نتقسمت معكم الصور ديالة الصين الفرنسي آآ نتمنى انا شي حد يتعرف لي على الاسم دياله. بعد ما غضي نضو نحط الصور ديال باكور دياله الصور ديالة ديال الكرموت دياله. ونقول لكم تحييركم. الله عام لكم. تبارك الله لكم. تبارك الله لكم. تبارك الله لكم. تبارك الله لكم.